موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى مجزل يهم الأنباء من قناة يمن الشباب استشهد خمسة جنود تابعين للمنطقة العسكرية الأولى بانفجار عبوة ناسفة غرب مديرية القطن بحضر موت وقالت مصادر عسكرية ليمن الشباب أن العبوة استهدفت دورية عسكرية في منطقة منخر غرب القطن وأسفرت عن سقوط خمسة شهداء بينهم ضابط برتبة عقيد وإصابة آخرين وفي شبوة فادت مصادر عسكرية أن قايداً لواء 21 ميكا العميد جحد الحنش العولقي نجى من محاولة اختيال اليوم بمنطقة العبيلات أثناء تفقده أحد المواقع العسكرية التابعة لللواء وقالت المصادر أن العولقي تعرض لإطلاق النار من قبل مجموعة مسلحة تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتية وأضفت المصادر أن اشتباكات محدودة دارت بين حراسة العولقي والمسلحين التابعين للانتقالية عقب محاولة الاستهداف الفاشلة أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربية العقيدة الركن تركي المالكي اعتراض واسقاط طائرتين بدون طيار مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه جازان جنوب السعودية وأشار المالكي إلى اعتراض واسقاط الطائرتين في وقتين منفصلين أمس الخميس سيطرت قوات الجيش الوطني ناريا على شبكة حوران بمديرية قانية في محافظة البيضاء مصادر عسكرية قالت أن معارك عنيفة تدور بين الطرفين وأن قتلى وجرح حوثيين بالعشرات مشيرة إلى تمكن الجيش من تفكيك شبكات ألغام في المنطقة جدد ثوار تعز مساندتهم ودعمهم للعملات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني لاستكمال تحرير المحافظة كما أكد ثوار في وقبة عقب صلاة الجمعة دعمهم لجهود السلطات المحلية في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وشددوا على ملاحقة العناصر الخارجة عن القانون التي تستهدف السكينة العامة في الريفة الجنوبية للمحافظة كما شيع الألاف بمدينة تعز جثمان القيادية في حزب التجمع اليمني للإصلاح سيف محمد صالح الشرعبي بعد الصلاة عليه في الجامع السعيد وشارك في مراسيم التشياء قيادات رسمية وحزبية والمئات من الأهالي مشيدين بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية تسلمت قوات خفر السواحل بساحل حضر موت مهام عملها بموقع الإنزال السمكي في المشروع الرابع بميناء المكلة وبحسب المنطقة العسكرية الثانية بالمكلة فأن تسليم مهمة الإشراف والحماية إلى خفر السواحل بدلاً من قوات الكتيبة الخاصة يأتي ضمن خطط وتوجيهة المنطقة العسكرية الثانية لتمكين كل قوة من ممارسة مهامها وأشارت إلى أن قوات خفر السواحل ستقوم بالإشراف على المشروع وتأمينه وكذلك مراقبة عملية الإصطياد غير القانونية ومكافحة عمليات التهريب للبشر والممنوعات ختام الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة